بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا في الشريحة السابقة حساب المشتقة الأولى باستخدام الفروق سواء كانت الأمامية أو الخلفية أو المركزية والآن سندرس المشتقة الثانية بدلالة الفروق ولنتذكر أن المشتقة الأولى بدلات الفروق الأمامية كانت تعطى بالعلاقة التالية F A زائد H نائس F A على ال H هذه المشتقة الأولى في النقطة A بدلات الفروق الأمامية بدلات الفروق الخلفية كانت المشتقة الأولى تعطى وفق الدستور التالي F A نائس F A زائد H F A نائس H إذن F A نائس F A نائس H على ال H والفروق المركزية تعطى المشتقة الأولى بدلات الفروق المركزية بالعلاقة F A زائد H نائس F A نائس H على ال 2 H قد يسأل سائل سؤال لماذا سلاسة دستور؟ طبعا إذا كانت A تقع إذن إذا كان عندي هذه الفترة إذا كانت A تقع هنا فلا يمكن استخدام الفروق الخلفية لأنه أحتاج إلى A نائس H وA نائس H قيمة ليست داخل الفترة إذن وبالتالي هنا في بداية الفترة لابد من استخدام الفروق الأمامية في نهاية الفترة لا يمكن استخدام الفروق الأمامية وإنما نستخدم الفروق الخلفية في أي نقطة تقع الفروق المركزية يجب حسابها من أجل النقاط الواقعة داخل الفترات هذا بالنسبة للمشتقة الأولى لنستعرض الآن ما هي المشتقة الثانية ما هو دستور الفروق المركزية للمشتقة الذي يحسب ليه المشتقة الثانية إن الدستور يعطى بالعلاقة الثالية إن المشتقة الثانية في النقطة A ما هو إلا F A زائد H ناقص 2 F A زائد F A ناقص H على H تربية إذن هذا هو الدستور للفروق المركزية لحساب القيمة التقريبية للمشتقة الثانية نأخذ نفس المثال إذا كان عندنا X تمثل مسافة المتسابق من النقطة البداية والتي تقاس بالمتر وعلى فترات تقاس بالسيكند اللي دال للتجربية المعطابة هذا الشكل طبعا في المثال الأخير اللي حلناه في الشريحة السابقة كان طالب مني أحسب سرعة هذا المتسابق الآن يريد استخدم الفروق المركزية لإيجاد قيمة تقريبية لتسارع Accumulation للتسارع عند النقطة T تساوي إلى النصف إذن نقطة T تساوي إلى النصف الآن ما علي إلا أن أتذكر إنه الفتحتين طبعا ده اللي اسمها X إذا نستخدم X فتحتين التسارع هو المشتقة الثانية إذن المشتقة الثانية في النقطة A ما هو دستورة؟ دستورة عبارة عن X A زائد H نائس 2X A زائد X A نائس H على H تربيع الآن يساوي إلى X الأي هي عبارة عن واحد ونصف زائد الأش موعدنيها إذن نتذكر إنه الأش يحصل طرح أي قيمتين متتاليتين إذن واحد ونصف راح واحد هي نصف إذن واحد ونصف نائس H نائس 2F A أو XA XA الأي هي واحد ونصف زائد XA الأي هي واحد ونصف نائس نصف النائس الأش على النصف للتربيع إذن هذه لكن واحد ونصف زائد نصف هي 2 وXA الأتنين معلومة هي إذن هذه ما هي إلا 12.15 نائس 2 الـ XA الواحد ونصف هاي الواحد ونصف الإكسات تبعيتها هي 99 إذن هذه الـ 1 ونصف راح نصف هي واحد والإكس الواحد هي معلومة هي 86 هاي 86 إذن ما علي إلا أن أطرح وأقسم فأحصل على تسارع هذا المتسابق إذن التسارع ما هو إلا المشتق التاني بالوضع الدستير إذن XA 2 نائس 2 بـ XA 1 ونصف زائد XA 1 على النصف للتربيع وبالتالي نحصل على التسارع متر في الثانية للتربيع وهو التسارع المتسابق واضح أن التسارع بالقيم السالبة إذن سرعة متسابق بالنسبة للمسافة تتناقص إذن